المثال التالي يوضح كيفية معالجة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 3012-1421 ظهرت الأرصدة التالية في ميزان مراجعة إحدى الشركات بلغ رصيد المدينون 350 ألف ريال كما بلغ رصيد المبيعات 300 ألف ريال علما بأن كل المبيعات آجلة كما بلغ رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2500 ريال المطلوب إجراء قيود التسوية الخاصة بالديون المشكوك في تحصيلها بفرض أنها تقدر بنسبة 3% ويكون الحل على النحو التالي في حالة استخدام مدخل قائمة الدخل في تكوين المخصص حيث يتم تكوين المخصص المطلوب بنسبة من المبيعات الآجلة المبيعات الآجلة هنا 300 ألف ريال بضربها في معدل المخصص 3% إذن يظهر الناتج 9000 ريال في هذه الحالة يجرى قيد التسوية بمبلغ 9000 ريال كاملة دون النظر إلى مبلغ المخصص القديم المكون سابقا وعلى ذلك يكون قيد التسوية على النحو التالي حساب مصروف الديون المشكوك في تحصيلها مدينة بتسعة آلاف ريال حساب مخصص الديون المشكوك فيها دائنا بمبلغ 9000 ريال وفي هذه الحالة يتم إقفال حساب مصروف الديون المشكوك فيها في قائمة الدخل على النحو التالي 9000 مصروفات أو مصروف الديون المشكوك فيها بينما يظهر حساب المخصص في قائمة المركز المالي مطروحا من رصيد المدينين في الميزانية وذلك بعد جمعه مع المخصص القديم على النحو التالي قائمة المركز المالي يظهر في جانب الأصول المدينون ب350 ألف ريال مطروحا منه مبلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 11500 ريال وهو عبارة عن 2500 ريال المخصص القديم زائد 9000 ريال المخصص المطلوب تكوينه عند نهاية الفترة المالي أما في حال التكوين المخصص باستخدام مدخل الميزانية فيتم تكوين المخصص بنسبة من رصيد المدينين على النحو التالي رصيد المدينين 350 ألف ريال في النسبة 3% إذن رصيد المخصص المطلوب تكوينه 10500 في هذه الحالة يقارن بين المخصص المطلوب تكوينه وقدره 10500 يقارن مع المخصص المكون في الفترات السابقة وقدره 2500 ريال وحيث أن المخصص القديم 2500 إذن يجرى قيد تسوية بالفرق حيث يتم زيادة المخصص القديم بالفرق ومقداره 10500 ناقص 2500 قدره 8000 ريال يتم إجراء قيد تسوية بمبلغ 8000 ريال على النحو التالي حساب مصروف الديون المشكوك فيها مدينة ب8000 ريال بينما يجعل حساب مخصص الديون المشكوك فيها دائنا ب8000 ريال ويلاحظ في هذه الحالة أن قائمة الدخل تحمل بمبلغ 8000 ريال حساب مصروف الديون المشكوك في تحصيلها بينما يظهر في قائمة المركز المالي يظهر رصيد المدينون ومقداره 350 ألف ريال مطروحا منه مبلغ مخصص الديون المشكوك فيها المطلوب تكوينه وقدره 10500 ريال ترجمة نانسي قنقر